المتابعي الكرام مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو عدد كبير من المتابعي الكرام يتسألوا بخصوص الطريقة تصريح ضريبي لسنة 2022 الفئة المساهمة الميهنية الموحدة صراحة هذا العمل كان بعض التغييرات وبعض المستجدات والأمر يتعلق بطريقة التصريح ولو كانت تغيير كبير ولكن كان بعض التعديلات في خصوص التصريح برقم الأعمال وكذلك بعض التعديلات في معاملات الضريبية وأيضا كين بعض الأشخاص اللي عملوا التصريح ديلهم ويتفاجأوا بأنهم يعني كين أنهم مبلغ ديال الضريبة يعني كين واحد الفائد من السنة الماضية إذن فباش منطولش لكم إخواني الكرام أخواتي الكريمات ندوزوا إن شاء الله نشرح تطبيقي والعملي ديال طريقة التصريح الدريبية لسنة 2022 إذن فمن بعد ما كندخلوا للموقع اللي هو tax.gov.ma يعني كنمشيوا مباشرة سامبل CPE يعني هذه المسائلة دي راه كين فيديوهات سابقة من السنة الماضية كنشرح فيها الطريقة ديال تشجيل ديال إنشاء الحساب وكذلك الطريقة ديال كيفية الدخول يعني كنمشيوا مباشرة من xcd و simple cpe من بعد ما كندخلوا له هاد آآآ آآآ الصفحة ديال اكسيدي و simple cpe يعني كتفتح معانا الصفحة ديال الحساب الشخصي ديالنا كما كتشوفوه هنا يا كنكليكي على هاد القائمة من هاد صفحة لكتكون على اليسار ونجبلك أن نظهر بأن إقرار برقم الأعمال والدفع المقابل لذلك نضغط على هذا ونساعد معنا واحد القائمة في حيات الإختيارات أول اختيار هو إقرار برقم الأعمال الأختيار الثاني هو دفع المساهمة المهنية الموحدة نحن نقوم بإختيار الأول ونحن نقوم بإختيار الثاني ونحن نريد أن نخرج الوصل لأداء سواء نخلصه بالسنة أداء سنوي أو بالأداء ربع سنوي يعني كل ثلاث شهر إذن نضغط هنا الإقرار برقم الأعمال غير قبل علينا أخواني الكرام أخواتي الكريم مثل هذا الشرح نضغط هنا ومن بعد كما تشاهدون هنا يعطينا السنة التي سنصرحها هي سنة 2021 التي تتعامل من 2021 إلى 31-12-2021 نضغط هنا طبيعة الإقرار يعني إقرار عادي هنا نختار إقرار عادي ومن بعد نضغط إنشاء قرار أو خير ديكلاراسيو كنتشوفوا معي هنا كنتشوفوا معي هنا كنتشوفوا معي هنا كنتشوفوا معي هنا هنا الرقم الجدول هنا الرقم الجدول هنا الرقم الجدول القطاع يعني تجاري والمي هنا بالدات الأنشطة المزاوالة هنا كنتشوفوا بصفة فرضية أو الشاركة هنا كنتشوفوا العنوان وهنا كنتشوفوا التصريح بمجموع مبلغ رقم الأعمال بالدرهم اللي كنتشوفوا هنا مثلا غاد نديروا مثلا وحد المبلغ كنتشوفوا 10 ألف درهم كنتشوفوا مباشرة هذا البطن اللي فيه حسابي كما كنتشوفوا هنا قبل ما نشن نبركو عليها غاد ندزل هنا كما كنتشوفوا هنا يعني أي شخص خاضع النظام وساهم المهني الموحدة كنتشوفوا عنده في الواجه بتكميل اللي هو خاص بالتغطية الصحية ديال الضمان الشيماعي اللامو كنتشوفوا عنده 1200 درهم ولكن في مبلغ الدخل كنتشوفوا عنده سفر اللي هي غاد نخرجها من هاد المبلغ من هاد الشيفر ضفار من بعد ما عنده الكالكولي هنتم ما غاد نشوفوا غاد نتبدل هاد السفر ما غاد نشوفوا هنتم ما غاد نشوفوا ندير كالكو حساب كمشته يعني خرجتنا السين درهم يعني من ذاك المونطن 10.000 درهم يعني 10.000 درهم حيث المعامل هاد المهنة ستا وبالتالي يعني المبلغ دير الدريبة هو سين درهم سين درهم كنزيده على هاد 1260 درهم هاد 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 طريقة كنعملوا اه التصريح باش كنبغيون نحافظوا هاد 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 تصريح كنعملوا حفظ باش نودوا رجوعهم بعد او لا يعني كنكونوا متأكدين من جميع البيانات اللي دخلنا وجميع الاختيارات اللي اللي عملنا كنديروا تأكيد او لا كنديروا للمرحلة الموالية ديال التصريح تأكيد كما كنتشوفو هنا داز لكن سنعمل آنوين بعد كنديروا ديبوزي كما كنتشوفو هنا ديبوزي باش نقدموا هاد اه التصريح ديال الدريبة نعملوا تقديم من بعد كنديروا هنا تليشارجي وهذا الفيشي هنا كما كنتشوفو هاد تليشارج هذا وكندوزو كذلك هاد الفيشي كندروا أمبريمي كان طبعا ساوا هاد فيشي كلكم ومن بعد كنمشيو كندوزو القائمة المونسى ديلا وكندوزو هنا كندوزو يعني الاختيار آخر اللي هو دفع الموساهم المهنية الملحدة ون شاء الله wiped المرحلة وهي الدفع المساهم المهني الموحدة وهي الأداء فأنا سأقوم بفديو خاص في هذه المرحلة الدفع المساهم المهني الموحدة لأن هنا بعض الحالات نقوم بقف عليها كل حالة على حدة لكي تفهم الصورة لأن هنا بعض الخاضعين الدريبة تجبر عندهم الفائد بخصوص الدريبة وبالتالي يعني تخرج لهم مبلغ وفي الأداء يعني تخرج لهم مبلغ أقل فإن شاء الله من بعد ما نكونوا وحد الصورة أو توضح الصورة بهذه المسألة سنقوم بفديو خاص بدفع المساهمة المهنية الموحدة في الموحدة سنقوم بفديو خاص بهذه المرحلة فشكرا لكم إخواني الكرام على حسن الإصغاء والمتابعة وما تنسون شيء من الشراك في القناة والتعليق أسفل فيديو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا لكم شكرا لكم